مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب يعتبر إنجيل يوحنى هو الإنجيل الرابع في الأربع أنجيل التي يتضمنهم العهد الجديد فيأتي أولا متة ثم مركز ثم لؤى ثم يوحنى وكل إنجيل من هذه الأنجيل الأربعة يركز على جانب مهم جدا من حياة شخص الرب يسوع المسيح فمتى يقدم لنا المسيح ابن داود الملك ومرؤس يقدم لنا المسيح العبد المتألم ولوقى يقدم لنا المسيح الإنسان الكامل أما يوحنى فيقدم لنا المسيح ابن الله ولكن هذا من البداية إلى النهاية من بداية إنجيل يوحنى وحتى نهاية إنجيل يوحنى الغرض الأساسي كما قال يوحنى لنا وسجله لنا في كتابه في إنجيلي أن الغرض من كتابة الإنجيل يقول يوحنى الحبيب هذه الكلمات وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إن إذا أمنتم حياة أبدية حياة بإسمه أبدية فحياة الرب يسوع التي سجلها لنا يوحنى وحياة وأعمال الغرض منها هي أن يقدم لنا يسوع المسيح ابن الله لكي ما نؤمن به وعندما نؤمن به تكون لنا حياة باسمه عشان كده من الافتتاحية زي ما قلت وحتى الأصحاح الختامي كل الإنجيل بيدور حول هذا الموضوع من الآية الأولى عندما يقول يوحنى الحبيب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فهو يقدم لنا المسيح الأزلي يقدم لنا المسيح ابن الله الكلمة الأزلي إلا أن إنجيل يوحنى أيضا موضوع لهجوم كثير من النقاد ومن النقاد الذين لا يؤمنون لا بالكتاب المقدس ولا يؤمنون حتى بلهود المسيح النقاد الذين يتعنون طارة في محتوى وطارة أخرى في من هو الكاتب في هذه الحلقة سوف أجيب على سؤال مهم جدا وهو من هو كاتب إنجيل يوحنى كاتب إنجيل يوحنى هل هو فعلا يوحنى الحبيب أم هو شخص مجهول هل هو يوحنى الحبيب أم هو شخص مجهول لما حطينا الإعلان بتاع الحلقة على صفحة عبر الكتاب على الفيسبوك البعض بيعلق ودايما بنجد تعليقات كثيرة سواء مؤيدة أو معارضة سواء ناقضة للموضوع أو مؤمنة بالموضوع سواء من المسلمين أو المسيحين لكن من ضمن التعليقات اللي أنا وجدتها على صفحة الفيسبوك هذا التعليق من أخ اسمه سامي سامي الأجرب سامي الأجرب كويس بيقول إيه لماذا يوحنى كتب إنجيل يوحنى كويس ده سؤال مهم لماذا يوحنى كتب إنجيل يوحنى ألا كان يسوع الرب لا يعرف الكتابة وهنا بندخل فيه موضوع الترياء والكتابة باستهزاء وبسخرية وهو بيصخر ليس من الموضوع كموضوع لكنه هنا بيتطاول ويصخر حتى من شخص الرب يسوع المسيح ألا كان يسوع الرب لا يعرف الكتابة والقراءة ليكتب الإنجيل بيده كي لا يعبث به أحد وهنا بنجد أيضا جهل آخر بموضوع الإنجيل وبما هو الإنجيل وما هو الإنجيل فهو في اعتقاده كمسلم أن هناك إنجيل نزل على المسيح كويس هو لا يمتلك هذا الإنجيل ولا يعرف عنه شيء ولا يعرف محتوىه ولا يوجد له إشارة من قريب أو بعيد في كل الكتابات الكتابية وخارج الكتاب المعدس ولا يوجد إشارة له حتى في أي مكان من الأماكن هو لا يمتلك هذا الكتاب ولا نمتلك مخطوطة منه ولا نمتلك قصاصة منه كويس لكن دي البدعة الإسلامية أن هناك إنجيل نزل على المسيح وهذا الإنجيل طبعا الذي نزل على المسيح بيشهد عن رسول الإسلام دي اللي مليه دماغه كويس فحتى يأتي من بعده من يكتب الأنجيل الأربعة المعتمدة الرسمية طبعا كلمنا كتير عن ما هو الإنجيل لكن عزيزي المسيح لم ينزل عليه إنجيل المسيح هو الإنجيل فمفهوم الإنجيل عندنا نحن هو الخبر الصار الخبر الصار هذا الخبر الصار متضمن في أن الله افتقد الإنسان وأن الله أرسل ابنه الكلمة الأزلي لكي ما يفدي الإنسان ويخلص الإنسان ويظهر محبته ورحمته نحو الإنسان الخاطئ هذا هو الإنجيل هذا هو مفهوم الإنجيل خلينا أقولها البشارة أنه مضمون هذه البشارة هو شخص يسوع المسيح وعش كده لما نقرأ في العهد الجديد نجد تلخيص لهذا الإنجيل نجد إيه؟ نجد بوليس الرسول بيقول لنا ما هو الإنجيل إذا سألنا بوليس قلنا له يا بوليس وأنت تبشر الأمم تبشرهم بيسوع المسيح ما هو الإنجيل الذي تنادي به وما هو مضمون هذا الإنجيل ومحتوى هيقول لنا بوليس الكلام اللي قالوا في كورنسوس الأولى أصحى 15 وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل بينا بحاولي عرفنا إيه هو الإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه يعني أنتوا قبلتوا رسالة وقبلتوا محتواها وتعيشون بهذه الرسالة وبه أيضا تخلصون أي أن هذا الإنجيل مضمون هذا الإنجيل البشارة هي التي تخلص الإنسان إن قبلها وآمن بها إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا طيب يا بوليس ما هو الذي بشرت به وما هو مضمون الإنجيل الذي ناديت به يقول لنا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا الذي خلصني أنا بوليس والذي قبلته بالإيمان وكان سبب خلاصي أنا قدمت ليكم وهو أيضا سبب خلاصكم إيه هو بقى مضمونه يقول لنا أن المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب لأنه لم يكن موت المسيح موتا عارضا أو صدفة لكنها خطة الله لفداء الإنسان منذ أن أخطأ الإنسان أنا خطة الله لكي ما يفدي الإنسان الخاطئ وتحدثت الكتب النبوية عن آلام المسيح وعن أيضا كفارة المسيح يبقى بيقول لنا أنه مضمون الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب وأنه دفن وبرهان موته هو الدفن طبعا حضرتك ما بتؤمنش بكده حضرتك جاي لنا بعد ستمائة سنة عشان تقول لنا أن المسيح لم يموت وبالتالي المسيح لم يدفن حضرتك لم تقدم لنا دليلا واحدا يؤكد ما تدعيه لكن نحن نقدم كل الأدلة التاريخية والكتابية من الكتاب المؤدس ومن خارج الكتاب المؤدس التي تؤكد حقيقة موت المسيح والتي تؤكد حقيقة دفن المسيح أنه مات وبرهان موته مش أغمى عليه مش أغمى عليه ولا أنه الموضوع شبه له ولا أنه التلاميذ كان عندهم هلواسة لا 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 ده مات فعلا وبرهان موته أنه دفن ويقول لنا كده وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب قيامة المسيح أنت أيضا لا تؤمن بها لأنك تطعن في موت المسيح فبالتالي المسيح لم يقم لكن نحن نؤمن أن قيامة المسيح أن المسيح الذي مات ودفن هو نفس المسيح الذي قام من بين الأموات في اليوم الثالث وبرهان قيامته أنه ظهر زي ما عندنا برهان موت ودفن عندنا أيضا برهان قيامته أنه ظهر وظهر لسفا وظهر للاستعش وظهر لأكثر من خمسمائة أخ وآخر الكل ظهر لبوليس ده الإنجيل ده الإنجيل اللي أنا بنادي به النهاردة من على هذا المنبر لحضرتك وبقول لك أن الإيمان بالمسيح الذي مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريدنا هو الذي يخلصك كما خلصني أنا هو الذي ينقذك من خطيانا كما خلصنا وأنقذنا نحن عشي كده يوحن قال أنه هذا هو الحدف الذي كتبته من أجله أن تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي يكون لكم حياة بالإيمان باسمه ده الإنجيل عرفت بقى ليه نحن لا نؤمن أن هناك إنجيلا نزل على المسيح لأن المسيح هو الإنجيل وعندما كتب رسل المسيح حياة المسيح قدموا لنا هذه الأخبار السارة قدموها لنا كتبوها للمؤمنين لكيما يعرفوا من هو يسوع كيف عاش كيف وضع نفسه من أجلنا كيف أنه قام من بين الأموات وكيف أيضا أنه سيأتي لكيما يدين الأحياء والأموات هذا هو الإنجيل إن أمنت بمن هو يسوع الذي أحبك ومات لأجلك خلصت لكن إن استمرت في تطاولك وفي رفضك لحقيقة موت المسيح وقيمته فسوف تموت في خطاياك وستقف أمام الله الديان بلا عزر لأنك قد سمعت وعرفت أن المسيح قد مات لأجلك طيب نرجع إلى موضوعنا وهو بشارة يوحنا كتب الدكتور القصة إبراهيم سعيد في تفسيره لإنجيل يوحنا في المقدمة كتب هذه العبارة قالنا أن بشارة يوحنا هي فريدة فليس في أداب اللغات ما يعادل البشائر الأربعة يعني لو حبينا نقارن البشائر الأربعة بالكتبات الأدبية الرومانية أو اليونانية القديمة لن نجد مثيلها وليس بين البشائر الأربعة ما يعادل البشارة الرابعة لأن إنجيل يوحنا في أسلوبه يعتبر فريد الأنجيل الثلاثة الأولانين بنسميهم أنجيل إزائية متشابهة أما إنجيل يوحنا فهو مختلف في محتوى وفي سرده لحياة المسيح أهذه البشارة مقالة تاريخية وبينا نتكلم عن إنجيل يوحنا هل إنجيل يوحنا هذه البشارة مقالة تاريخية أم هي بحث فلسفي أفرغ في قالب تاريخي أم هي حجة لاهوتية جمعت بين ثنياها دقائك التاريخ وجمال الفلسفة أم هي كل هذه مجتمعة معا وهي فعلا كل هذه مجتمعة معا فما قدمه لنا يوحنا الحبيب عن شخص يسوع المسيح هو فعلا إظهار لطبيعة المسيح اللاهوتية ولكن لهذا بنى يوحنا هذه الحجة اللاهوتية على حياة المسيح على من هو يسوع وماذا قال يسوع عن نفسه وماذا عمل عشكد إنجيل يوحنا بنقسم إلى قسمين يعتبر من أصحاح واحد إلى أصحاح نشر بنسميه كتاب الأعمال الكتابة التي سرد فيها يوحنا أعمال المسيح بصورة واضحة وسجل لنا يوحنا الحبيب سبع آيات سبع معجزات هذه السبع الآيات تبرهن على من هو يسوع أن يسوع لم يكن إنسانا كأي بشر ولا يمكن أن نطلق عليه أنه مجرد إنسان فما صنع يسوع لا يمكن أن يصنعه البشر يسوع الذي حول الماء إلى خمر يسوع الذي شفى ابن خادم الملك يسوع الذي أيضا أشبع الخمس تلاف بسمكتين وخمس خبزات يسوع الذي مشى على المياه وآتى لتلاميذه عندما كانوا في وسط العاصفة يسوع الذي شفى المفلوق بكلمة يسوع الذي شفى المولود أعمى بلمسة يسوع الذي قال العازر هلما خارجا وأقام العازر بعدما قد أنت لكن ليس فقط إنجليو حنى يحتوي على أعمال لكن كمان يحتوي على كتاب التمجيد من هو يسوع؟ يسوع الممجد يسوع الذي هو خبز الحياة يسوع الذي هو ماء الحياة أو نور الحياة يسوع الذي أعلن وقال أنا هو الباب يسوع الذي قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف يسوع الذي قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو ما يدفس يحيا يسوع الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة يسوع الذي قال أيضا أنا هو الكرمة هذا هو يسوع الذي إذا أمنا به ننال باسمه حياة أبدية وأنا ترحت السؤال هذا قبل كذا أي عاقل إذا استخدم عقله وودع بين اختيارين لشخصين شخص لا يعلم ماذا سيفعل الله به عندما يموت وإذا كان رايح الجنة أو مش رايح الجنة وشخص هو رب الحياة ومعطي الحياة وأفضل حياة فأي يوم ما تختار أي يوم ما تختار أنت هتكون مع من تحب هتكون مع من تحب وإذا من تحب لا يعلم هو رايح فين ورح فين فأنت كذلك هتعيش حياتك كلها أنت مش عارف رايح فين هتصوم رمضان مهما تصوم هتعمل اللي أنت عايز تعمله هتقدم ما تريد أن تقدمه هتعمل أعمال خيرية وأنت لا تعلم أساسا إذا كانت إذا كان لك مصير حياة أبدية ولا جهنم تلا تعلم أما نحن فنعلم لأننا هنكون مع من نحب هنكون مع من نحب عش كده إن كنت بتدور على ما هو الحق ليه ما تديش الإيمان المسيحي فرصة ليه ما تديش نفسك فرصة أن أنت تدرس بحيادية حياة المسيح ليه ما تديش نفسك فرصة أنك تؤمن بالمسيح تؤمن بالمسيح إنك تقبل المسيح في حياتك إنك تملكه على حياتك ليه ما تديش يسوع المسيح فرصة أنه يغيرك ومنحك سلام وغفران خطايا وحياة أبدية ليه ليه عارفين أكبر كذبة أكبر كذبة بيعملها إبليس هو أن يقدم لك الحق بس يقدم لك الحق في صورة زائفة بمعنى إيه بمعنى أن الإيمان المسيحي مؤسس على قبول يسوع المسيح ربا ومخلصا قبول من هو يسوع ابن الله الكلمة الأزلي وقبول عمل يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي أنه مات من أجل خطيانا لكن الصورة المزيفة أنه يأتي عدو الخير يقول لك آه ما أنت أنت بتقبل المسيح في صورة عيسى أنت بتقبل المسيح في صورة عيسى بس المسيح هو مجرد إنسان عادي زي بيت البشر هو نبي من الأنبياء وبكده بيخدر ضميرك بيخدر ضميرك أن أنت أريد عندك المسيح بس المسيح المزيف المسيح ليس كما قدمه لنا من عاشوا معه وكتبوا لنا بالروح القدس المسيح الذي لا نعرفه ولا نقرأ عنه في الأنجيل قدمه لك مسيحا مزيفا غير حقيقة فأنت عملت إيه تقبل المسيح المزيف وضميرك تخدر وضميرك تخدر دي أكبر كذبة وخدعة بيصنعها إبليس هليني أرجع إلى موضوعنا إيه بقى الاعتراضات التي يقدمها النقاد ويطعنون في أن يحنى الحبيب هو كاتب الإنجيل أنا هذكر بعد هذه الاعتراضات بسرعة وادخل على البرهين اللي بتؤكد أن يحنى هو الكاتب لو كان يحنى بقول لكين لو كان يحنى ابن زبدي تلميذ المسيح هو الكاتب لكان يحنى كتب إنجيلا مشابها لمرؤمتة ومرؤس ولؤة ولكن إنجيل يحنى إنجيل مختلف مختلف دي الحج وكأنه هو بيقبل أساسا متة ومرؤس ولؤة كويس طبعا كل إنجيل بيكتب بأسلوب مختلف لأن الغرض مختلف والسامعين مختلفين وأنا قدمت التشبيه ده أكتر من مرة قدمت التشبيه ده أكتر من مرة قلت إنه لو هناك حادث حادث على الطريق وإحنا أربعة في سيارة وشفنا الحادث ده شفنا بعيوننا ونزلنا من عربيات من العربية علشان نشوف هذا الحادث ونراه ونرى تبعياته لكن كل واحد فينا سواء رجل بوليس أو دكتور أو رجل بيشتغل في شركات التأمين كويس أو رجل بيشتغل في خبير في الطرق وكباري كويس كل واحد إذا طلب مننا أن نقدم تقريرا عن الحادث ما سنكتبه عن الحادث تاريخيا صح ما سنكتبه عن الحادث تاريخيا صح مش هنقلف لكن أسلوب كتابتنا وتركزنا هيكون مختلف فالطبيب لن يهتم بالحفرة اللي في الشارع أو الطريق شكله أو الكبري معمول بطريقة ازاي أو ممكن يكون دوان المتسبب في الحادث الطبيب هيركز دايما على مين؟ المصاب والدماء التي سفكت وسالت ويركز على على عدد الإصابات وعلى عمقها وكان واحد راح المستشفى وهل هناك كسور ولا مش كسور كل هقدم تقرير طبي لأنه هو الغرض منه أن يكتب هذا التقرير لكن يمكن الراجل بتاع الانشورانس المتخصص في التأمين هكلم على مدى الدمار اللي حصل والتكلفة التصليح العربيات لو تتصلح أو إن كان هناك بوليس التأمين إن كان هناك ما فيش تأمين ولا فيه تأمين لو رجل البوليس هيكتب تقريره عن مين اللي غلطان مين اللي كسر على التاني مين اللي كان ماشي سريع كل الأمور دي التقرير هيختلف الأربعة بيكملوا بعد الأربعة لا يتعارضوا مع بعض لكن بيكملوا بعد لكن كل واحد مختلف ففكرة أن يوحن كان لازم يكتب زي متى وزي مرؤس وزي لؤ علشان يكون هو الكاتب فكرة غير واقعية لا يؤكدها الكتابات التاريخية ولا يؤكدها أسلوب الكتابة طيب ولكن لو كان يوحن الحبيب هو الكاتب لكن لنا ذكر اسمه في الإنجيل ما كانش يكتفي بس يقول أن التلميذ الذي يحبه يسوع مش لازم أن واحد يكتب حاجة كان يحط عليها اسمه وده في الكتابات القديمة الكثيرة لكن ممكن تعرف مين الكاتب من خلال سميها براهين سواء داخلية أو خارجية كثيرة متى لم يضع اسمه على الإنجيل ولا مرقس لم يضع اسمه على الإنجيل ولا لؤ يمكن ذكر لنا في البداية أنه بيكتب لمين وعرفنا أنه هو الكاتب لكن مش لازم أن يحن يكتب يحن لم يكتب يحن الحبيب يحن بن زب ديه هو الكاتب لكن ذكر يحن أنه التلميذ الذي كان يسوع يحب أو يتك على صدر المسيح وذكر أنه شاهد وكان شاهد عيان ونكلم عن النقطة دي في أكثر من موقف الاعتراض التالت كيف لصياد سمك أن يتقن اللغة اليونانية ودي طبعا حج ضعيفة جدا ليه لأنه اللي بيقول الكلام دون هو لم يختبر ما الحياة في زمان يحنى وأنه إزاي كانت اليهودية واقعة تحت الحكم الروماني وكانت كل المعاملات الرسمية تتم باللغة اليونانية الاستخدام اللغة العبرية أو القرمية كان للكلام العادي ما بين اليهود وكان أيضا للعبادة لكن كل الحاجات الرسمية كان بيتعاملوا فيها بيتعاملوا فيها مع الرومان وبعدين يحنى عاش في أسيا الصغرى وكانت تحت حكم الرومان وكبر هناك وأصبح الشيخ أو الإلدر يحنى فمع الوقت يحنى أتقن اللغة الرومانية ويحنى لم يكن صياد سمك بمعنى أنه رجل فقير يعني بيشتغل في مركب صيد وآخر النهار بياخد له سمكتين وهو مروح كمرتب يحنى كان صاحب بيزنس عمل كان عنده مراكب وكان عنده مسؤولين لم يكن شخصا فقيرا وعدم عدم خضوع الشخص للتعليم المرحل العادي لا يعني أنه جاهل بشي إحنا عندنا في مصر مرشدين سياحيين بالجلبية جلبية السعادية اللي أنا بفتخر بيها لأن أنا عصل سعيدي لكن مرشد سياحي بيطكن سبع تمن لغات اللي خريج الجمعة ما يعرفش يتقن واحدة ولا اتنين منهم بيتقنهم نتقر وشرحا وقراية يتقنهم روح كده مثلا لؤسر ولا أسوان وتقابل مع مرشدين سياحيين شغالين في المجال ده ولا نروح عند الهرم وتقابل مع الناس اللي بيبقى عند الأهرمات هتلاقي بيطكن الألمانية والفرنسية والإنجليزية والأسبانية والتشينيز حتى للتشينيز الصعبة بنيجي في الآخر عشان نطعن في إنجيل يوحن أصل يوحن كان يهودي فإزاي اليهودي يكتب باللغة اليونانية حجة ضعيفة جدا قالك ده سأل إزاي يوحن اللي كاتب هنا بيقول إنه شاهد اللي كاتب هنا بيقول إنه هو شاهد أما التلاميذ المسيح فقد هربوا كلهم عندما تم القبض على يسوع في بستان جسيمان يس لكن بطرس رجع وكان برائب من بعيد ويوحن رجع وكان عند الصليب ده حدث الهروب لا يعني إنه مرجعش تاني لكن عندنا بطرس رجع ويوحن رجع طيب أخذ مداخلة الأخ في ريال ونرجع نكمل ألو ألو أخ أشرف سلام نعمة المسيح معاك والرب يباركك شكرا لك يعني أنتظر برنامج عبر الكتاب في فارغ الصبر شكرا يحفظك ويباركك شكرا لك اسمي يسوع أنا بس حب أقارد على هذا الأخسام يعني اللي داي تريع الرب يسوع المسيح أنا أقلك يا أخسام ولكل الأخوة المسلمين أمثالك مع احترامي إليك بأن المسيح هو كله الوجود وكله العلم وكله الحكم هو أدلي وأبدي إنه الله ظهر بالجسد فهو ليس فقط لا يعرف القراءة والكتابة لكن هو أيضا يعرف ما في أفكاركم المريضة وكيف إنكم لا تأمنون بأنه الله ظهر بالجسد وأيضا يعرف بأن رسولكم كذب عليكم ولم يعترف بصلب وقيامة المسيح له كل المش ولا هوته فلهذا الرب يسوع المسيح له كل المش قال الأنبياء اللي طبعا يؤتون بعده كلهم أنبياء كذبة ومن ثمارهم تعرفونهم وأيضا لا يوجد أحد يا أخسام يعبز بالأناجيل لأن إحنا ما عدنا ناسخ ومنسوخ ولا الأناجيل إنه سرخت من الأساطير اليهود ومن الديانة زرادشتية وغيرها فرسولكم جعلكم تخافون من الموت ومن عذاب القبر والثعبان أقرع لأن ليس لديكم أي خلاص حتى هو ما كان يعرف أصلا وين راح يروح فكيف فقد الشيء لا يعطي كيف يعطيك بالخلاص فلهذا صدقني دائما نصلي من أجلك ومن أجل خلاصكم والرب يرحمكم ويستوع بسمه الطهر أدت مرات في الكتاب المقدس قال أنا ابن الله من رأى الآفر قد رآني وهو ما يحتاج ما عنده حاشة ألف حاشة جنون العظمة حتى يكتب يافطى على صدره ويقول أنا هو الله تعالوا عبدوني لا هو جالي بناء الملكوت وليخلاص الإنسان ما عنده جنون العظمة والشخصية النرجسية مثل رسولكم فالرب يرحمكم ويخلصكم بإسم يسوع أمين أمين شكرا لك أخت فريال وكل سنة وحضرتك طيبة مع كل المشاهدين إحنا أيام دي سواء الغربي أو الشرقي إحنا بنحتفل بذكر صلب وقيامة رب المجد يسوع المسيح طيب أجي إلى كاتب إنجيل يحنى من هو كاتب إنجيل يحنى أي واحدة يرى الأنجيل أو الإنجيل يحنى بالأخص أيعرف أنه يدرس أي مقدمة عن إنجيل يحنى يعرف أنه من القرن الأول الميلادي وحتى القرن الثمنتاشر كان كل الاعتقاد بل الإيمان السائد هو أن كاتب إنجيل يحنى هو رسول يحنى الحبيب هو رسول يحنى الحبيب بدأت مع بداية القرن الثمنتاشر نهاية القرن الثمنتاشر وبدأت الثساعتاشر ظهور حرقات النقد للكتال معدس سواء النقد العالي أو النقد المنخفض سواء النقد المرتبط بالنص أو النقد المرتبط بمن هو الكابل الكاتب إلا أنه بدأ العلماء المتحررين يتعنون في من هو كاتب إنجيل يحنى ويتعنون في يحنى الحبيب ككاتب فمن هو كاتب إنجيل يحنى وهل هو يحنى الحبيب تلميذ المسيح أم هو شخص مجهول كما يدعي البعض طيب إذا أنا حبيت أعرف مين كاتب لأي سفر من الأصفار مش بس ينطبق على إنجيل يحنى لكن أخذ إنجيل يحنى النهاردة لأنه هو مضوع حدثنا لمعرفة إذا كان إنجيل يحنى أو يحنى الحبيب هو الكاتب لإنجيل نحتاج إلى حاجتين حاجة الأولانية بنسميها براهين داخلية يعني إيه براهين داخلية أي براهين تؤكد على مين هو الكاتب يعني هل هناك إشارات للكاتب هل هناك ذكر لشخصيته لحتى العبارات بتاعته لو هو كاتب أكتر من موضوع أو أكتر من سفر يعني لما ندرس مثلا كتابات يحنى الحبيب نعرف أن يحنى بيمتاز في أسلوبه عن بولس لما ندرس رسالة من رسالة بولس نعرف أنه بولس له أسلوب مختلف عن بوتروس فهناك براهين داخلية جوه السفر نفسه جوه السفر براهين داخلية جوه السفر نفسه بتقول لنا بعض الإشارات عن الكاتب تساعدنا في الطريق زي ما يكون أنت قدامك قضية وبتحاول أنك تجد البرهين اللي تدلك إلى الحقيقة الحاجة التانية البرهين الخارجية ماذا قالت قال أباء الكنيسة هل هناك إشارة أو إشارات لناس كانوا قريبين جدا من حيث الوقت والزمن والمكان من يحنى الحبيب قالوا لنا أن يحنى كتب هل توجد براهين خارجية تؤكد أن يحنى هو الكاتب أم شخص آخر هو الكاتب دول الحاجتين المهمين جدا اللي في أي سفر من الأصفار بندرس من هو الكاتب نحتاج إلى الإجابة على السؤال البرهين الداخلية ما هي والبرهين الخارجية ما هي طيب نجل البرهين الخارجية منذ بداية تاريخ الكنيسة أخبرنا التقليد الكنسي عن كاتب إنجيل يوحنى منذ بداية الكنيسة من يعني لو هنمسك الكتابات هنمسك بداية من القرن الثاني الميلادي بداية القرن الثاني الميلادي خبرونا عن أن يوحنى هو الكاتب أخذ مثلا إيريناوس إيريناوس كان مية وتمانين ميلادي قال لنا أي كتب إيريناوس يقول أن البشير متى كتب إنجيله بين العبرانين يبقى متى كتب إنجيله للعبرانين وعش كده بنقول إنه إنجيل متى من حيث الأسلوب وموجه لمين هو أسلوبه كتب معتمدا كثيرا على العهد القديم لكي ما يؤكد أن المسيح هو ابن داود بحسب الجسد يبقى كتب إنجيله للعبرانين لليهود بينما رسولان بوتروس وبوليس كان يعزان في روما ويؤسسان الكنيسة بعد رحيلهما سلمنا موركوس المترجم لبوتروس ما وعزه بوتروس يبقى إنجيل موركوس هو وعز وتعليم مين تعليم بوتروس ولوق أيضا رفيق بوليس الرسول سجل لنا الإنجيل الذي كان يعز به بوليس طب ماذا عن يوحنى يا ريناوس يقول لنا ويوحنى تلميذ المسيح الشخص الذي كان يتكئ على صدر يسوع كتب إنجيله وهو في أفاسوس يبقى هو قال لنا مش بس مين كاتب إنجيل يوحنى لكن كمان كتبه فين كتبه فين وعش كده عندنا عندنا أقدم مخطوطة اللي بنسميها الـ P52 أو مخطوطة 52 أو مخطوطة رايلاند والمخطوطة دي تحتوي على بعض الأجزاء من إنجيل يوحنى أصحح 18 وهذه المخطوطة تعتبر هي أقدم مخطوطة لإنجيل يوحنى تعود هذه المخطوطة التي اكتشفت في مصر مش في فقافسوس اكتشفت في مصر تعود زمن هذه المخطوطة إلى 130 ميلادية طبعا عشان المخطوطة تتنسخ وتسافر من مكان لمكان إن مش بالإيميل زي الأيام دي وإنت في لحظة بتبعت لا بتاخد وقت طويل وده يقول لنا على إنجيل يوحنى اتنسخ ووصل منه نسخة إلى المؤمنين في مصر وعش كده هو تكتب قبل سنة 130 كتب قبل موت يوحنى الذي مات واستشهد سنة 96 أو 97 ميلادية هو أكبر واحد عاش من تلميذ المسيح كتب إنجيله في أفازوس في أفازوس اللي هي أسية في أسية الصغرى تركيا اليوم طيب شهادة أخرى شهادة أكليموندوس الأسكنداري من سنة 150 إلى 215 ماذا قال لنا أكليموندوس الأسكنداري قال إن إنجيل يوحنى كان معروفا عند كل الكنيس ولابد أن نعتبر كتابة كتابة أصيلة وقد وضع الرابع في الترتيب بعد الثلاث الأنجيل الأخرى دا واحد يعني قريب جدا زمنه من الأحداث أشكد بقول لنا إن رجال الله العظماء هؤلاء أقصد تلاميذ المسيح كانوا أطهارا وأنقياء في حياتهم وقد اكتست نفوسهم بكل فضيلة بالنسبة للبشير متى الذي وعز أولا بالعبرية قبل أن يذهب إلى أماكن أخرى سلمنا إنجيله مكتوبا وبعد ذلك كتب موركوس ولوق إنجيلهما وموركوس كتب حسب ما سمع من بوتروس وضحت إشرافه أما يحنى الحبيب بعدما أعلن الإنجيل شفاويا كتبوا لنا يعني اللي كان بينادي بي يحنى كتبوا لينا يحنى في إنجيله سجلوا لنا دا شهادة إكلموندوس يبقى شهادة أباء الكنيسة بتؤكد أن يحنى الحبيب هو الكاتب وأنه كتب إنجيله الرابع كويس يعني آخر إنجيل الكتب وأن هذا الإنجيل كتب في أفاسوس كتب في أفاسوس طيب نيجي إلى في كتاب مقدمة ضد مارسيون مارسيون الذي رفض العهد الأديم ورفض كل كتبات العهد القديم ورفض أيضا أي كتبات في العهد الجديد تتعلق بالفكر اليهودي والطقوس اليهودية وإلى آخره وقال إنه إله العهد الأديم يختلف عن إله العهد الجديد هذا الكتاب كان مقدمة ضد تعليم مارسيون وهذا الكتاب يعود من 150 إلى 250 ميلادية يقولنا كان مرقوس مترجما لبوترس نفس الحقيقة وبعد استشهاد بوترس كتب مرقوس لنا الإنجيل المعروف باسمه لوكا كان طبيبا من أنطاقيا وتلميذ الرسل فيما بعد تبع لوكا رسول بوليس حتى استشهاده الذي خدم الرب خدمة لا عيبة لم يتزوج ولم يكن له أولاد مات في بيونية ممتلئا من الروح القدس وهو بعمر 84 سنة وهكذا إذ كانت الأنجيل قد كتبت من قبل إنجيل مات في اليهودية وإنجيل مرؤس في إيطاليا كتب لوكا إنجيل بإلهام من الروح القدس في مناطق أخائية اللي هي برضو آسيا صغرى أما إنجيل يحنى فقد قدمه يحنى ومازال على قيد الحياة كما أخبرنا ببياس التلميذ القريب ليحنى يبقى هذه الشهادات كلها هذه الشهادات بتؤكد لنا أن كاتب إنجيل يحنى هو يحنى الحبيب دي شهادات أباء الكنيسة وفي كتباتهم ناخد كمان أوريجانوس اللي هو 184 إلى 254 قال لنا أي أن أول إنجيل هو الإنجيل بحسب المشير بات الذي كان قبلا جاب للدرايب ولكنه أصبح رسول المسيح يودي كلها حقائق تاريخية احنا بنقبالها لأنه هكذا أيضا يقدم لنا الإنجيل متى جاب الدرايب لم يكن سياد سمك زي بوترس ويوحنى لكن كان جابي درايب ولكنه أصبح رسول المسيح عندما قال ياهله يسوع تعالى اتبعني فترك مكان الجباية وتبعه يسوع لقد كتبه متى المؤمنين من اليهودية ولهذا كتبه باللغة العبرية أما الإنجيل الثاني فهو إنجيل مرقص الذي كتب تحت إرشاد بوترس الرسول الذي اعتبر مرقص كابنه عندما قال يسل تسلم عليكم التي في باب المختار معكم ومرقص ابني في بوترس الأولى 35 أما الإنجيل الثالث فقد كتبه لوقة وقد كتبه للأمم وهذا هو الإنجيل الذي مدحه بوليس وبعد ذلك يأتي وبعد ذلك يأتي الإنجيل الذي كتب يحنى الإنجيل الذي كتب يحنى أنه الإنجيل سالس هو الإنجيل اللوقة الذي أمر بوليس بأن يكتبه للوطنيين يبقى إنجيل اللوقة كتب للأمم أما إنجيل متى كتب لليهود أما إنجيل بوترس فقد كتبه مرقص أما إنجيل يحنى فقد كتبه يحنى هذه شهادات أباء الكنيسة على فكرة أباء الكنيسة لم يكن ينقصهم شيء بمعنى إنه لو كانوا عايزين يقولوا مين الكاتب كان ممكن يقولوا لو إنجيل يحنى مش كتب يحنى كانوا قالوا لكن هما متأكدين أن إنجيل يحنى كتبه يحنى يحنى الحبيب كمان في المخطوطة الموريترية واللي فيها بنجد قائمة بالمخطوطات أو بالأصفار الكتابية يقول لنا والإنجيل الرابع هو إنجيل الرسول يحنى واحد من الرسل كتبه ازاي بقى وليه كتبه يقول لنا هنا لقد حثه رفقاء من الرسل والأساقف على الكتابة يعني خلين الكنيسة حثت يحنى أن يكتب فقال لهم سوم معي من اليوم ثلاثة أيام وإذا أعلن الرب شيئا لأي واحد مننا يخبر به الآخرين إحنا أنتم بتطلبوا مني أن أنا أكتب الإنجيل أسجله كتابة طيب خلونا نطلب من الله إذا كان هذا الأمر من الله ولا لا خلونا نسوم ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام نجتمع ونشوف إذا كان الرب يؤكد هذا أم لا يؤكده في نفس الليلة أعلن لأندراوس واحد من الرسل أنه يجب أن يخبر يحنى بأن يكتب كل الأمر بإسمه يبقى أندراوس الرب بالروح القدس أعلن له أن يقول ليحنى أنه يكتب كويس ويكتب كل شيء بإسمه وعلى الآخرين أن يراجعوا ما يكتب مع أن الأنجيل الأخرى ركزت على عدة أمور أخرى إلا أن هذا الإنجيل لا يختلف عن إيمان المؤمنين لأنه بسلطان الله تناولت كل الأنجيل ميلاده وألامه وقيامته وحياته مع تلميذه ومجيءه الثاني المجيء الأول في اتضاعه حيث كان محتقرا وقد تم أما المجيء الثاني في المجد كمالك قوي فسوف يتم في المستقبل يبقى هنا بنشوف إيه اللي جعل يحنى يكتب أنه الكنيسة طلبت المؤمنين الأساقفة القادة اللي موجودين في الكنيسة طلبوا من يحنى أن يكتب أنت تلميذ المسيح اكتب ما تعلنه وتبشر به بين الأمم ويحنى لا يكتب دون أن يقول الرب له أن يكتب فصامه ثلاثيام والرب أرشد أن يحنى يكتب وهو لا يختلف عن الأنجيل الأخرى لكنه يقدم لنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة الأزلي الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب هل بقى هناك دي البرهين اللي احنا نقول عليها البرهين الخارجية اللي هي برهين أباء الكنيسة كتابات الأولى التقليد الكنسي طبعا توجد شهادة أغسطينوس بعد كده وتوجد شهادة جيروم كل الشهادات الأخرى اللي جات في القرن الرابع الميلادي إلى آخره كلها تؤكد أن يحنى هو الكاتب بس أنا اكتفيت بس ببعض من هذه البرهين الخارجية بعض من أقوال أباء الكنيسة لكن هنا هناك برهين أخرى بنسميها البرهين الداخلية البرهين الداخلية البرهين اللي من الكتاب نفسه نعرف من الكاتب أول حاجة بنعرفها عن الكاتب أنه يهودي وليس أممي طبعا البعض بيطعن في هذه الحقيقة ويقولك أنه هو أممي جاء في القرن التاني الميلادي وأراد أن يجعل من المسيح إلها كل هذه الدعاءات يعني ليس لها أي سند تاريخي لكن من معرفتنا للكاتب نعرف أنه يهودي عاش في اليهودية وتربى في اليهودية ليه الكلام دا بنقوله لأنه أي قارئ الإنجيل يحن يعلم جيدا دراعة الكاتب بالعبادات والتقوس والشرائع اليهودية معرفة جيدة جدا معرفة جيدة جدا كما أنه أيضا خبير في الجغرافيا اليهودية خبير في أسماء الأماكن وفي مسافتها وفي أماكنك جغرافيا نفسها سواء الجليل أو اليهودية هو خبير في الجغرافيا ودي حاجات لابد أنك تكون عايش هناك علشان تعرفها فهو كاتب يهودي شخص يهودي الأصل شخص يهودي الأصل حاجة تانية بنعرف عن الكاتب أنه شاهد عيان أنه شاهد عيان هذا الكاتب لما بنقرأ في إنجيل يحنى بنعرف بكل تأكيد أنه شاهد عيان على عدس أنه رأاها بعينيه رأاها بعينيه اختبرها كان موجود فيها شاهد عيان شاهد عيان على معجزات المسيح عشان كده كان فيه تفاصيل في المعجزات يعني دقيقة جدا يعني مثلا معجزة تحويل الماء إلى خمر كم جرن كان موجود كم جرن ستة ستة أجران الديتيلز الأرقام دي مهمة جدا وإنت بتقرأ لأنك بتقولك إذا كان الكاتب دون عاش الحدث دا لم عاشوش لما استادوا سمك 153 سمك عاد يعدوهم كان شاهد عيان وكان بيكتب بدقة فهو واحد من الاثنى عشر تلميزا عش كده في نهاية الإنجلي يقولنا ايه هذا هو التلميز الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق هذا هو التلميز الذي يشهد بهذا وكتب هذا يبقى هو شاهد لهذه الأحداث وكاتب لهذه الأحداث ونحن نعلم أنه صادق وأن شهادته حق يبقى هو شاهد عيان طب هل هل ممكن نرى في أحداث مختلفة في حياة المسيح بكل وضوح أديكم بعض الأمثلة كان شاهد عيان عيش الأحداث الأخيرة للمسيح بمعنى أنه كان مع المسيح في العشاء الأخير يقول كده وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحب مين الذي كان يتكئ على صدر يسوع وكان من الديرة القريبة هناك ثلاثة كانوا قريبين جدا المسيح كان خدهم في أمور ما خدش البقين فيها يحن وبوتروس ويععوب دي كانت الدائرة الدايعة كويس كان شاهد عيان كان حاضر العشاء الأخير كان موجود مع التلاميذ في العشاء الأخير يقول لنا أيضا أنه كان عند الصليب موجودا عند الصليب هذا الكاتب كان موجود عند الصليب يقول كده وكان توقفات عند صليب يسوع أمه وأخت مريم أمه سوري وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان واقفا قال 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 لأمه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا أمك هو من المقربين للمسيح إلى الدرجة اللي فيها أنه يستودع أمه لتكون في رعاية هذا الشخص تلميذ قريب جدا للمسيح بوتروس ما ينفعش يكون هنا لأنه كان بيستدفئ برا وهرب يعقوب ما كانش موجود من مين التالت يحنى يحنى الحبيب كان شاهد على القيامة كان شاهد على القيامة وكان الاسنان يرقضان معا فسابق التلميذ الآخر بوتروس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بوتروس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن تلميذ آخر بوتروس بوتروس ويحنى وانا اعتقد ان يحنى لم يكتب اسمه مباشرة لانه من اكتر الانجيلة التي تحدثت عن يحنى المعمدان كان انجيل يحنى وهو يريد ان القارئ يفرق مبين عندما يذكر يحنى ما ذكرش المعمدان ابدا يحنى كان يذكر دايما يحنى على المعمدان اشارة اليه وهو لا يريد ان يختلط الامر على السمعين فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحب لبوتروس هو هو الرب هو الرب هو هذا التلميذ الذي كان مع يسوع معاصر المسيح شاهد الاحداث الى اخرها هو هذا التلميذ الذي شهد وشهادته شهادة حق انه يحنى الحبيب وعش كده البرهين الداخلية والبرهين الخارجية بتؤكد لنا ان كاتب انجيل يحنى ليس شخصا مجهولا نجهله لكنه هو نفسه التلميذ الحبيب الذي كان قريب جدا من الرب يسوع الذي تحدث وقدم لنا يسوع ابن الله قدم لنا يسوع المسيح ابن الله عشان انا وانتا نؤمن به فتكون لنا حياة باسمه الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح ما حضرت